السلام عليكم إذن لنا موعد جديد اليوم مع تتبيت عام للإملاء إذن نبدأ بقراءة النص الانتصار رجاؤنا الرؤوس تجرائب والأفئدة تخفق والأصوات تملأ جنابات الملعب في انتظار دخول الفريق المحبوب فجأة ظهر اللاعبون يتقدمهم حارس المرمى بن حينا وهو يتأبط الكرة فتعالت هتافات الجماهير التي رجاؤها واحد وهو الانتصار إذن نمر إلى السؤال الأول الذي يقول أستخرج من النص كلمة تتضمن تاء مربوطة وأبين سبب رسمها إذن سأترك لكم القاعدة وستحاولون استخراجها وأن تبين سبب ذلك وبعد ذلك سأقدم لكم الإجابة إذن الكلمة التي تتضمن تاء مربوطة هي الكرة الكرة إذن سنتسأل هنا لماذا كتبت تاء مربوطة نعم كما رأيتم في القاعدة أنها يصح الوقوف عليها هاء هناك مثال آخر في النص الأفئدة الأفئدة كتبت بالتاء المربوطة لنفس السبب أنه يصح الوقوف عليها هاء إذن نمر إلى السؤال الثاني الذي يقول أبين لماذا كتبت التاء مبسوطة في كلمة هتافات وأذكر متى تكتب التاء مبسوطة معللا بأمثلة إذن سنبدأ بأذكر متى تكتب التاء مبسوطة لكي تتمكنوا من الإجابة على الشق الأول من السؤال إذن إليكم القاعدة تكتب التاء مبسوطة في الرجاء أن تقرأ القاعدة الرجاء قافي الفيديو ومحاولة التماع في القاعدة أصد فهمي الإجابة التي سأقدمها بعد ذلك إذن لماذا كتبت التاء مبسوطة في كلمة هتافات بالطبع كتبت بتاء مبسوطة لأنها جمع مؤنة السالم مفهوم ده النمر ثالثا لماذا رسمت الهمزة في ابنه في جملة حارس المرمى ابن حينا لا بد لنا أيضا من العودة إلى القاعدة كل هذا سبق لكم وأن رأيتموه لأننا فقط في حصة تتبيت عام إذن رسمت الهمزة لأنها لم تقع بين اسمين علمين لأن حينا ليس اسم علم لأنها لم تقع بين اسمين علمين إذن نمر إلى السؤال الرابع الذي يقول أستخرج من النص كلمات تتضمنها مزات وأعلل سبب رسمها إذن سنبدأ بالكلمة الأولى التي تظهر لكم الرؤوس الرؤوس كما تلاحظون أن الهمزة المتوسطة هنا كتبت على الواو لماذا؟ لماذا كتبت على الواو؟ كتبت الهمزة المتوسطة على الواو لأنها مضمومة وقبلها ضم الرؤوس تشريب تشريب هنا الهمزة كتبت على الياء لأنها مكسورة وقبلها فتح لنمر إلى الكلمة الثالثة فجأة فجأة كتبت على الألف لأنها مفتوحة وقبلها ساكن هناك العديد من الأمثلة ولكن نكتفي فقط بثلاث أمثلة ونمر إلى السؤال الخامس كي لا نطيل إلى السؤال الخامس أملأ كل فراغ في الكلمات الآتية بهمزة مناسبة إذا إذا كانت الهمزة متطرفة نكتفي نكتفي بالنظر إلى الحرف إلى حركة الحرف الأخير أما إذا كانت متوسطة فننظر إلى حركة الحرف وكذلك الحرف الذي قبله ملأ هنا لدينا همزة متطرفة سنكتبها على الألف كتبت الهمزة المتطرفة على الألف لماذا؟ لأن قبلها فتح عسن جدا إذا نمر سأل سأل هنا يتعلق الأمر بهمزة متوسطة كتبت الهمزة المتوسطة على الألف لماذا؟ على الألف لأنها مفتوحة وقبلها فتح نمر إلى الكلمة الثالثة يجرؤ يجرؤ هنا يتعلق الأمر بهمزة متطرفة كتبت الهمزة المتطرفة على الواو لأن قبلها ضم نمر إلى الكلمة الموالية يتكئ يتكئ كتبت الهمزة المتطرفة على الياء لأن ما قبلها كسرة كما تلاحظون مأمن مأمن هنا ستكتب على الألف لأنها ساكنة كما تلاحظون لأنها ساكنة وما قبلها فتح نمر إلى السؤال السادس الذي يقول أركب جملة تتضمن بدون همزة إذن ماذا تقول القاعدة هنا لن يجب أن تكون بين اسمين عالمين سندكر لكم بعد الأمثلة وبعد الجمل ممكن أن نقول خالد بن الوليد خالد بن الوليد سيف الله هذه جملة اسمية وإذا أردتم جعلها جملة فعية ممكن أن نقول لقب خالد بن الوليد بسيف الله بسيف الله إذن نتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الدرس وموعدنا إن شاء الله مع درس جديد وشكرا لكم على حسن المتابعة وحسن الإصغاء ولا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا لكم